السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع خفايا القلوب مع خفايا القلوب نحيا مع خفايا القلوب نعيش مع خفايا القلوب نعرف خفايا وأسرار القلب السليم مع خفايا القلوب نعرف خفايا وأسرار القلب المريض والقلب الميت مع خفايا وأسرار القلوب نقف على الأمراض والآفات التي تصيب القلب وتمرد القلب وتميت القلب مع خفايا القلوب نعرف أين قلبنا من جميع أنواع القلوب اليوم أيها الإخوة الكرام أبين لحضراتكم أن القلب السليم له حال مع الله القلب السليم له حال مع الله فما حال القلب السليم مع الله القلب السليم قلب ذاكر لله سبحانه وتعالى وأنا عايزك تتأمل هذه الجملة القلب السليم قلب ذاكر طب أنا أعرف أن اللساء أن الذكر باللسان كيف يكون القلب نفسه هو الذكر لله قال لك آه شوف سبحان الله واذكر ربك في نفسك تضرعا خيفا القلب نفسه قد يذكر الله سبحانه وتعالى فكيف يذكر القلب ربه قال لك حقيقة الذكر حضور المذكور في القلب يا الله على هذه الجملة حقيقة الذكر حضور المذكور في القلب المذكور هو الله انا بذكر ربنا سبحانه وتعالى اذا انا الذاكر والمذكور هو الله سبحانه وتعالى فحقيقة الذكر مش في اللسان حقيقة الذكر حضور المذكور في القلب فكون العبد يستحضر الله في قلبي استحضر هيبة طبعا واستحضر جلال واستحضر عظمة فيكون الله سبحانه وتعالى في قلبك وجود الله في قلبك إجلال وهيبة وجمال وكمال وخوف ولذلك القرآن الكريم يقول الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب إذن حقيقة الزكر حضور المذكور في القلب طبعا حضور هيبة وحضور إجلال وتعظيم وخوف من الله سبحانه وتعالى وخشوع لله وخضوع لله سبحانه وتعالى إذن القلب والقلب السليم له حال مع الله حاله مع الله أنه يذكر الله سبحانه وتعالى إذن الآن قرأنا الآية الموجودة في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله خذ بالك معايا بقاوي وتأمل وانتبه إذن حال من أحوال القلب السليم أنه قلب مطمئن بالله مطمئن بذكر الله أدى واحد إذن القلب السليم حاله مع الله فيه وجل حاله مع الله فيه وجل والوجل خوف مع تعظيم ده حقيقة الوجل الوجل خوف مع تعظيم والوجل إشفاق من الله وخشوع لله سبحانه وتعالى يبقى هذا هو حال القلب السليم لذلك نقرأ في سورة الأنفال وركزوا معايا قوي عشان فيه نقطة هنا يعني أريد أن أقف معها يقول القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يبقى ده حاله إذا ذكر ربه سواء ذكر باللسان أو ذكر بالقلب ذكر بالجنان يعني يشعر بالوجل والخوف والخشية والإشفاق والخشوع والانكسار والتذلل على باب الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يبقى إذا حال القلب السليم مع الله قلب ذاكر مطمئن قلب ذاكر وجل حال القلب السليم مع الله أيضا هو قلب لين في لين لما تعامل مع غيره تشعر فيه كده اللين والعطف والرحمة والرأفة ففي قلبه رحمة ورأفة لغيره من أبناء جلدته ومن إخوانه المسلمين ومن جميع الناس أجمعين أو لجميع الناس أجمعين في قلبه رحمة ورأفة يعني إذا كان على النصر ورجعنا في كلوب الذين اتبوا رأفة ورحمة أتباع سيدنا المسيح فما بالن بالمسلمين هم أكثر رحمة وأكثر رأفة ببعضهم البعض بل بغير المسلمين أيضا تعالوا شوف كده هناك في سورة الزمر في قول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابه متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذن حال القلب السليم مع الله قلب ذاكر مطمئن قلب ذاكر وجل قلب ذاكر لين هذه الأحوال إذا وجدتها في نفسك فاعلم أنك بفضل الله جل ثناؤه من من أصحاب القلوب السليم وهنا يعني للأسف الشديد بعض الأفهام حول هذه الآيات الثلاثة يحدث له نوع من الإشكال وهذا ما نسميه في تدريس مادة علوم القرآن موه من الاختلاف والتناقض إن الطمئنين ضد الخوف يعني المطمئن غير الخائف فكيف يحدث للقلب الشيء وضده أنت واخدار حدرتك يعني كيف يكون القلب مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى القلب السليم وفي الوقت نفسه يعني هذا القلب أيضا فيه شيء من الوجه والخوف من الوجه الخوف والطمئنين سكينة وهدوء وهذا ضد ذاك وفعلا بعض الناس فهمت الآياتين على وجه الخاطئ حتى بعض المستشركين أصار الشكوك والشباة حول هذه الآيات لكن في الحقيقة علماؤنا رضوانا الله عليهم كانت لهم نظرة رائعة في هاتين الآيتين قالوا إن العبد أو إن القلب السليم يمر بمراحل في حاله مع الله القلب الزاكر السليم وأكد القلب الذاكر السليم يمر بمراحل مع الله سبحانه وتعالى المرحلة الأولى أنه حينما يعني يبدأ في السلامة ويبدأ في مرحلة الذكر مع الله سبحانه وتعالى يشعر بشيء من الخوف والرجفة والخشوع أمام الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك حينما يستمر على هذا الذكر ويستمر القلب في السلامة ويحافظ العبد على قلبه يرقى فينتقل من الخوف إلى الطمأنينة يشعر أنه مصمئن بالله سبحانه وتعالى ولذلك الآية الموجودة في سورة الزمر جمعت بين الأمرين يبقى دي مراحل وترتيب في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما ثانية شوفها تقشعر منه هذا وجلت قلوبهم تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم هذا بقى وجلت قلوبهم الوقت تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وده معنى قول الله تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب إذن لا إشكال في الآية إذن القلب السليم له حال مع الله هو قلب مطمئن بالله وبذكر الله قلب وجل خائف ويمكن نقول أن الطمأنينة والوجل في آن واحد هو الجمع بين الخوف والرجاء وهكذا حال العبد مع الله سبحانه وتعالى القلب الذاكر لله سبحانه وتعالى القلب السليم قلب لين مع الناس لين مع أهله مع أحبابه مع إخوانه إلى لقاء آخر إن شاء الله مع خفايا القلوب أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته